نحن سنذهب كله عمزج اختارات ثلاثة ونصدمه نورديل نعم لا نصدمه على العمارات ولا اشتبهنا نحضرلك على الأخلاق وماش باردينيك وفي ظلني يا ناير في ظلني والعلم والله بل أكرني غالق نورديل حضرنا شوية الأجيال اللي فاتت هذو كجزاهم والله وخيرنا على واش أعطونا وما نقدرش نرجعون لهم خيرهم أربونا ووصلونا لهذه الطلاسة هذي اللي رانا فيها نظن باللي الجيل تاعي هذا يا نورديل وللفوق هذو اللي عندهم الأحفاد فتاحهم اللي عندهم يعني أولادهم زوجين وماش باهو ذلك نظن باللي يزون لاشي يا نورديل ربما أنا نقدر نعطي لهم عذر ماشي عذر ولكن تقدر تكلمس له عذر الدنيا تغلبت عليهم نورديل ومن ناحية طبيعة جو پونس كي يزون لاشي سي بورسا كي هذة جنراسيون جديدة هذي ماشي كيف كيف قاع صناريان نظر مع وكي حكيمة ربينا نحن الأبوين تعالى الله يرحمهم اللي ماتوا اللي ما زالهم ربي طبوا في عمرهم مع الفقر اللي كنا عايشين فيه يا أخواني نورديل فقر تاع صح ماشي كيف خير ولا نحن كنا في 12 فضاء الشيخ تاعناه كان يخلص 38000 ذاك الوقت الله يرحمه برحمة الله وما نقدرش نرجع له خير لا تسيد هذا يا ربي يرحمه يجعله من أهل الجنة إن شاء الله ولكن نورديل استدير المادة ما كنت يعني حاجة أهم جدا كنا نأكله جاعة 12 قدرة علوبيا و 12 مطلوعات تأكله وتروح تعود تولي تقراه وصلت عن بي المختار ولكن التربية كانت أهم حاجة عند الأبوين توعنا هذو ما كانت هي الأخلاق والتربية نظن باللي وانا معاهم أخواني نورديل يعني باش نهدر باش من خصوص الحالة نظن باللي هذا الجنرس ونتعنا هذه تاع الستينات هذه نفت ستينات مثل ثنين نظن باللي يظن لاشي يا أخواني نورديل هذ الدنيا هذي تغلبت عليهم شوية هذي رحت عليهم مفهمتش بس كنا كنا نحبط الزير وعندي الأصدقاء تاعي هذو وقعها يصندي قرام بير كي ما رانيها هذانايا أنا يشوف نورديل زمان كانت يعني مدو مثل في الحومة وكي ما عندكم انتو ما كي ما عند الأخي اللي راه معنا في الحومة كذا كي يزوج ولات الثلتة عائلات يعني يخرجوا من الإطار كي يجي من عندهم اللعب ماشي مقبول يعني ماشي ما تدهجش قل فاميليا تأسيد عثمان أو سماعين أو وجدة جيك عادي المشكلة يا أخوان أردين متنو كين دي يعني انهضر لك على حومة ينايا كين عائلات يا أخوان أردين عريقة تعصح ماشيتمس خير ولا هائلات ذو أخلاق وتربية يعني نعرفهم ونعرف الأب ويتاحهم الله يرحمهم كذلك يوم انتم لو خرج العيب من أردين هذو اللي دهشك سي تدير تقول كي باش عائلة كي ما هذي يخرج واحد كي ما هذي سي تدير سوكي يملك نسلي المات سوكي يملك نوتر جينيراسيون ونجنرال لاني نهضر ما نشيخاتش نردين نوتر جينيراسيون أنسر كالمومان إيزون لاشي نردين إيزون لاشي هذو الأخلاق هذي ويعني يحليهم نردين والأخ سمعين تفاهم تسمى المشكلة من راهو جاي ولا ولا ما تشفاهم آه والله غير متشاركين فيه قاع قاع نردين كيفش؟ ما تقول ليش أنا ربيت أولادي وخلاص لا لا كيف أربيت أولادك هذي لا لا نردين كيف قاع نتشاركين فيه نردين نحكي لكنا يا ناخذ مثل يعني الحوماتي ونظلم باللينته مثل كيف كيف زي ما تكتب بلاكري في الحيط تأخذ المطارك نردين واو تكتب بلاكري تأخذ المطارك وذوك تخل الحبس على جنة وذوك تدربوها تدخل على جنة أنا فاهمك نردين اش حبي تقول ولكن كيف هذا يا رحم بابك يعني تشوف واحد 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 الشي ما تقدر تخرج مع ايالك ما تقدر أولادك مستحيل نردين مستحيل 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 تخرج في الكاروساز نتخلق الكاروس يعني بقات بعض المناطق هكذا يا بعض المناطق نردين ومشي يا 100% بقات بعض المناطق هكذا يا يعني بقى محافظين إلى حد الماء بقات بعض المناطق بقات بعض المناطق نردين نحن كنت عندنا مدارس اخوة نردين كنت عندنا مدارس قرآنية في الحومان هذاك الوقت ب15 مئة في الشهر كنت دينا كنا نروحوا للمدارس القرآنية أنا كنت نروح عن جديد الله يرحمه برحمة الله تعالى حفظني حفظني بعثني كيف يسموها المعمرة صحيح بسمو بالقلم باللوحة نوردين نعم بالقلم تسمى القلم تعمل حفظني حزب نوردين في تلت شهورت على الفاكنس ونطر وما حفظت حزب من الحمد لله ينسبح وهذاك شيخ الله يرحمه برحمة الله جيت إيطاني وما عرفت كيف ينفسرها إلى يومين هذا كان عنده بلزير نيفو نوردين فهذه المعمرة هذيك سيطا دين عنده نقوله هنا يا يا مي عودو يا اللي حقول ستين اللي عندهم من نص أرباء وعنده احتحنا يا هذو تعال الحمد لله ما حالك كان في عمرك؟ نعم نوردين أنا كي دخلت المسيد في العاصمة في الخمسة وستين كنت حافظ حزب نوردين أنا دخلت كنت عندنا التربية الإسلامية بدل الحمد لله هذي قلبي قتلوا أولا لا لا نحاول نربط لك الشيء اللي كنت تتكلم فيه بالشيء اللي أنا استوعبته وفهمته من خلال التجارب في البلاد ومن خلال التجارب في الخارج ومن خلال دراسة وبحث في الموضوع سألتك على السن لأنه الطفل الصغير عنده ذاكرة رغم أن يديروا الناس عليها في دراسات وفي أبحاث وأنا كنت تتكلمت عليها في موضوع سابق كنا عشناها خاصة الناس اللي رغم دوركم ما عاشوا كما كنت تقول أنت هذين تعلم عمراء والجامع وهذه أنا كنت نشوف أخوتاتي في الدار يروحوا يقرأوا يجوا يحفظوا على بعضهم نحفظ منهم وأنا ما زال ما بديكش نقرأ ونكتب ما زال ما شاء الله من خلال همبر كنت نحفظ بالتالي أنت الطفل في مرحلة الصغار هذيك عليه يقول أنت العلم في الصغاري كالنقش في الحاجاري ناس رام بحثوا في هذه المسألة فالطفل الصغير هو في هذه المرحلة راهوا الظاكرة نتاعه ما زالها نظيفة يولد على الفطرة هكتشوف أنت حتى في الحديث فأبواه يهويدانها ويمجسانها الطفل يولد على الفطرة وكذا الطفل أنت اللي أنت غرست فيه القرآن وغرست فيه أنت الحب أنت الدين وغرست أنت فيه الطاعة وانت أخاوته وانت أعمامه وانت أخالاته وانت أعماته وقل بيبرو راه وتبدله صحيح وقلوا تليفون أعطي له الطابلات وراه قاعد ذرك هو عايش في عالم واحد آخر في الأسرة نحن في المجتمع ذلك اللي نحن تربينا فيه ما هيش هي الأدوات والوسائل اللي راهها موجودة الآن في 2024 نحن كنا في ذلك الوقت هنا في القرية التي أنحدر منها ما عندنا لا كهرباء ولا عندنا تليفزيون ولا عندنا هذه الأشياء اللي راهها موجودة الآن لكن مع ذلك كان هناك تواصل بين الأجيال كان هناك يعني واسمه حوار يومي في الأسرة قال مثل ترقد أنت في الأسرة ترقد أنت على قصة واسمه الذياب وقصة عن بقرة الإتامة فأنت تربينا احنا في أسرة بحيث هو أن الناس كانت تأكل في مثرة واحد كانت الناس تغطى ملح فاوب حنب الواحد تربينا في الأسرة هذه بحيث هو أن الصغير يحترم الكبير أنا أخويا أكثر منك تنقول له سيدي ما وش هو اللي الجيل اللي راه هو درك هو بحيث هو أنه حدث فيه غزو عن طريق القنوات الفضائية الجيل اللي احنا تربينا فيه ما كانش فيه هذا لورو أنا راه هو دخلت فيه العملة هذي بحيث هو أنه الناس ولت مادية جيل اللي تربينا فيه احنا كانت الناس تروح مثلا قال المرأة لما تزيد يزيد عندها واحد تدروح أنت مرأة تدي لها بيضات والله هذيك بسلمة بالعافية والناس فرحانة والناس كذا تروح أنت فيه عرس والله ذيك ما كانش الكادوات هذي اللي راه هذوك الآن موجودة كان عالم واحد اخر بالتالي احنا من حظنا هو أننا عشنا هذاك الواقع والآن ارنا عايشين فيه واقع واحد اخرى نحاوسوا نعرفوا الخلل هذا من إننا راه جاي خلل جاي من خلال أنه هذي الناس اللي هما مسكوا السلطة ما عندهمش ثقافة، ما عندهمش علم، ما عندهمش معرفة، ما عندهمش دراية وقاعدين هما مراش هما حتى أنه يستعينوا بناس اللي ربما من خلال برامج بحيث هو أنه يدمروا في المدرسة، يدمروا في المجتمع، يدمروا في الأسرة وانتظروا مثلاً هذي اللي يمات راهو صيد الحديث حول هذا الفيراتين الإعلامي، وهي هو على هذا تحمن السماوال الله، هم اللي يداروا لما انت تلقى قنوات فضائية قاعد تخوض في حرب نفسية على شارعيح في المجتمع، لا حتى انتظروا أنت لما تلقي قنوات فضائية وهذا الأمر ليس خاص فقط في الجزائر في الجزائر، بالمغرب، بتونس، بفرنسا، بدول هكذا أنت وكذا الإسلام وفوبيا من خلال الدعاية الإعلامية